في زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي قال خلال كلمته في افتتاح مجموعة المشروعات دي ان المؤتمر الاقتصادي هو فرصة حقيقية للمستثمرين ورجال الاعمال طيب لانه من حقهم يعرضوا الصعوبات اللي بتقابلهم وبالتالي بناخد كل ده من خلال هذا المؤتمر ونضع لها حلول شوف الرئيس بدقة قال ايه ونرجع نكمل الكلام وبالتالي احنا كدولة مع رجال الاعمال في مصر نحط ادنا في ادنا بعض ونجتهد وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينة ورجال الاعمال في مصر نحلها ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي احنا يعني حنطلق اجندتها دكتور مصفف مش كده اول الشهر ده ويعني في خلال الشهر الجاي حكون بنتكلم في فعلياته ارجو انه هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الاعمال انهما يعرضوا بشكل وباخر المصعب اللي بتقابلهم وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر ده مش عيب في الحكومة او في الدولة احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان مبقاش فيه مشكلة ابدا تعوق للستثمر اللي احنا بنتكلم عليه صدق انا نفسي انا كمان ببقى مستثمر والله العظيم انا بكلم جد مش هزار يعني عندي افكار كتير جدا وحاجات زي كده ساعات فعلا بتفرملها يعني ليا مجموعة من الاصدقاء عاديين بنفكر في فكرة معينة يعني فقدامنا كم معوقات مزهلة احنا تصورتنا ان فكرتنا دي تحل ازمة عظيمة انا بكلمك بجد بقى ابقى مانا ازمة عظيمة في مسألة بيع العقارات في مصر مصر لديها مخزون عقاري كبير جدا الفكرة اللي احنا بنفكر فيها دي تحل ازمة هذا المخزون العقاري ادي واحد اتنين تحل او تضع حلول او تضع افكار جديدة جدا لمسألة تسويق العقاري المصري خارجا ما بينقصين كده كلمة تصدير العقار واحنا بنقعد ندرس القصة دي قدامنا كم عقبات ومعوقات حدث ولا حرج والله العظيم فانا بتفكر ان روحنا وصحابي وزملائي دول نقدم ان احنا نحضر المؤتمر بقى هنا مش بشغلتي كمزيع لكن كمستثمر لم يعمل صغيرا في السن هستثمر انا عندي 48 سنة اذا تحلت الازمات يا ربي او هذه المعوقات